كما تعلمون يوم أمس كنت في زيارة تفقد وعمل في ولاية تندوف مع وفد وزاري بأمر من سيد رئيس الجمهورية فيما يخص موضوع السكن فوزعت 1402 مسكن في حي جميل جدا في وسط المدينة فشارعنا في توزيع بعض السكنات والآن في هذا الوقت يتكلم فيه سيد ولي وكل إطارات المحلية شارعت في توزيع على كل السكان الذين تحصلوا على سكن لائق والحمد لله فإذن زائد هذا الـ 1402 التقيت ببعض الممثلين للسكان الذين أرادوا لقائي فرأيتهم عن بعد وتصلت بهم وقدموا لي ممثلين تكلمت معهم مطولا وأخذت بعض الإجراءات لتقديم حلول فيما يخص أحياء قصديرية موجودة في نواحي المدينة فبعد رجوعي للعاصمة تكلمت مع سيد رئيس الجمهورية الذي قرر أن تكفل بـ 450 مسكن لزائد الـ 1402 400 من سكن الريفي و50 من سكن العمومي الإيجاري زائد على ذلك بعد أن قدمت له وضعية السكان الذين يعيشون في الحي قديم ولا يليق بالمواطنين فقرر وأمر أن نوزع في الأشهر القريبة جدا باقي السكنات وتوفر وبالتالي أهنئ كل السكان والإخوان الذين تكلمتوا معهم والمواطنين الذين ينتظرون ذلك بفارغ الصبر أن رئيس الجمهورية قرر أن يتكون لهم هذه السكنات في الأشهر القادمة إن شاء الله والحمد لله فبهذه الطريقة وصلنا إلى تغطية تغطية إيجابية جدا لهذه الزيارة وهذا دائما في صالح المواطن شكرا جزيلا والسلام عليكم شكرا جزيلا شكرا جزيلا